لكي نقف على النموذج المعرفي عن المرأة في القرآن وفي السنة وفي سيرة النبي والإمام أمير المؤمنين وصحابة النبي لابد أن نقف على البيئة الاجتماعية والفكرية والثقافية التي نزل فيها النص القرآن وهذه ليست قضية مرتبطة فقط بماذا؟ بمسألة المرأة يعني أنت أي قضية تريد أن تفهمها لابد أن تعرف الظروف التي صدرت فيها تلك المقولة يعني الآن لتقريب المسألة إلى الذهن أنتم تجدون الآن أنه في الأدبيات السياسية لسيد الإمام قدس الله نفسه تجدون هناك تركيز على أمريكا مولاناك لماذا؟ باعتبار أن الظروف العالمية التي نعيشها نجد أن التأثير الأكبر لمن أعزائي؟ لأمريكا فلو جئنا إلى عصر أن أمريكا أساسا غير موجودة وقرأنا هذه الأدبيات نقول ما هي الضرورة أمريكا دولة كدول الأخرى في العالم؟ ولكن متى نفهم هذا التركيز في الأدبيات السياسية لسيد الإمام؟ متى نفهمها؟ نفهمها إذا قرأنا الظروف الدولية المحيطة بهذه الأدبيات وإلا إذا لم نفهم هذه الظروف المحيطة السياسية والاجتماعية والفكرية هذا الخطاب لا نستطيع أن نفهمه هذا النص لا نستطيع أن نفهمه هذه السيرة لا نستطيع أن نفسرها هذا التعامل لا نستطيع أن نفهمه بشكل جيد وأنتم تعلمون أن القرآن أول مخاطب له هم من أعزائي؟ أولئك الذي نزل القرآن في أوساطهم ما رد أقول هم فقط المخاطبون لا 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 أريد أقول أول ماذا؟ أول مخاطب له لا بد أن يكون الخطاب موجه إليه أمرنا أن هذه قضية لا تحتاج إلى رواية هذه قضية عقلية أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم يعني بالنحو الذي يفهمون أعزائي إذن على هذا الأساس أعزائي نحن نحتاج أن نفهم أولاً الظروف التي أحاطت بالمجتمع المكي والمجتمع المدني لأن القرآن إما مكي وإما ماذا؟ وإما مدني هذا أولاً وسيرة النبي صلى الله عليه وآله إما مكية وإما مدنية وأقواله أيضاً إما مكية وإما مدنية أيضاً وهكذا سيرة وأقوال وتعامل صحابته في الصدر الأول من الإسلام ما لم نفهم هذه الحقائق بشكل جيد لا نفهم لماذا أن القرآن يقول هكذا ولا يقول ماذا ولا يقول شيئاً آخر وأعتقد أن هذه القضية المعرفية لفهم النص القرآني لفهم النص القرآني وهذا هو واحداً من معاني أن النص لابد أن يفهم ضمن ظروفه التاريخية تاريخية النص ما معنى تاريخية النص أعزائي له استعمالات متعددة هذا التعبير هذه المفردة مر أنه لا هذا القرآن جاء لتاريخ معين وانتهى ذلك التاريخ له تاريخ مصرف معين وانتهى ماذا؟ لا أنا من أقول تاريخية النص مو مرادي ماذا؟ أنه له تاريخ وانتهى دوره لا 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 وإنما مرادي أن التاريخ والجغرافيا والفكر والثقافة والعلاقات الاجتماعية هي ضرورية لفهم النص النازل في تلك الظروف وما لم نقف على تلك الظروف لا يمكن أن نفهم ماذا؟ لا يمكن أن نفهم الناس تقول له إذا كان الأمر كذلك إذن كيف تعممه لغير ظرفه واحدة من الطرق؟ هم قالوا قاعدة الاشتراك قالوا بأساليب متعددة وأنا نظريتي قاعدة وحدة المفهوم وتعدد ماذا؟ وتعدد المصداق يعني يمكن أن يكون المصداق في ذلك الزمان شكل والمصداق في زماننا ماذا؟ شكل آخر وبنية أخرى علينا أحوال سؤال هل توجد إشارة في النصوص القرآنية لهذه القضية لهذه المقولة لهذا الأصل وبتعبير صاحب القوانين لهذا القانون تعرفون أن الكتاب ما لأ القوانين المحكمة هذا قانون سميه أصل سميه مفتاح وهو أن فهم النص متوقف على فهم الظروف التي نزل فيه النص أو صدر فيه النص تعالوا معنا إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم انظروا هذه الآية المباركة أعزائي سورة إبراهيم الآية الرابعة من سورة إبراهيم أعزائي الآية الرابعة من سورة إبراهيم أصل كلي عام هناك مشتركات بين الأنبياء هذه من المشتركات جميع الأنبياء وما أرسلنا من رسول إذن هذا مختص برسول دون آخر أبدا والقضية مرتبطة بمقام الرسالة لا بمقام النبوة لأن النبوة لها مشتركات والرسالة لها مشتركات وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له هذه الآية المباركة واقعاً لو تجعل أصلاً في كل معارفنا لكانت تستحق ما هو المراد من لسان القوم يعني إذا كانوا عرباً فقط إذا تكلم العربية هذا هو المقصود وإن لم يكن واقفاً على فكرهم على ثقافتهم على عاداتهم على سيرتهم على تعاملاتهم هل هذا هو المقصود؟ يمكن؟ يعني الآن يأتي شخص من الخارج افترض مستشرق يأتي إلى هنا فقط يتعلم العربية هذا يستطيع أن يفهم مولانا مجتمعاتنا أو لا يستطيع أن يفهم ها؟ يستطيع أو لا يستطيع لماذا؟ ويعرفوا اللغة لسان قومي يقول لا مراد من اللسان واحدة من مقومات اللسان ما هي؟ اللغة واحدة من المقومات اللغة وإلا تشمل ماذا؟ حتى يستطيع أن يتعامل معهم حتى لا يصدم معهم ولذا تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله كان في مكة هو الصادق ماذا؟ هو الصادق الأمين ولهذا صدقوه لماذا يصدقونه؟ لنعاش معهم مذ طفولته إلى ماذا؟ إلى غير ذلك وهذه هي من الآيات التي يحاول البعض أن يقول إذن الشريعة الإسلامية ليست عامة لجميع ماذا؟ لجميع البشري هاي من الآيات التي يستندون إليها هاي الآية يقولون أنه أساسا النبي الأكرم عندما جاء بلسان قومه إذن مختص بمن؟ بلسان قومه هؤلاء طبعا هذه الآية مو مرتبطة بالرسالة أنا في عقيدتي الشخصية هذه لابد أن تفتح بل المرجع في كل زمان عندما يريد أن يتصدى لابد أن يكون بلسان ماذا؟ مو أنه المرجع حتى لغة تلك أولئك الناس لا يعرفه هذا بيني وبين الله بعد يستطيع أن يتفاعل معهم أو لا يستطيع ها؟ ها؟ الآن بيني وبين الله أحنا نعيشنا في إيران ويأتي واحد مولانا من الهند مولانا حتى لا يعرف اللغة يجنه الفارسية مولانا ويريد يصير مرجع ويدير شؤون منه هالناس يستطيع أو لا يستطيع حتى اللغتهم لا يستطيع أن يتواصل معهم فما بالك بغيره تقول لي زينا إذا تدعو أنت إلى تعدد المرجعيات أقول لك بحث آخر ما هو مشروعه في بام المرجعيات له حديث آخر ولكن هذه الآية تقول وما أرسلنا من رسول الرسول نموذج هذا مفهوم كلي ومن مصادقه ما هو الأنبياء ومن مصادقه ماذا في كل زمان الأئمة من مصادقه ومن مصادقه ماذا في عصر الغيبة العلماء ما أدري واضح أعزائي هل هذه الآية هو أبحاث مهمة تخرج منها معرفية وثقافية وفكرية الآن لست بصددها إذن أعزائي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني بالإضافة إلى لغتهم التي هي العربي القرآن الكريم عربي مبين ماذا يعني ثقافة هؤلاء عاداتهم علاقاتهم فهمهم كيفية نظرهم اعتقاداتهم هذه كلها لا بد أن يأخذها بعين الاعتبار حتى يريد أن يتكلم ماذا ها حتى ليبين لهم حتى يبين لهم إذن البيان لأي أمة متوقف على ماذا عزيزي ها على الإحاطة بثقافة تلك الأمة هذا المعنى بشكل واضح وجدت أشار إليه صاحب القوانين واقعا قضية هواية مهمة صاحب القوانين القوانين المحكمة في الأصول المتقنة وفي المجلد أعزائي الثالث أعزائي الصفحة مئتين وتسعة وثلاثين في باب الاجتهادي والتقليد حجية الظنون قانون قانون يقول والمراد لأن الله تعالى أرسل رسوله وكتابه بلسان قومه والمراد بلسان القوم هو ما يفهمونه هذا أولا هذا أولا يعني اللغة المتعارفة فيما بينهم وكما أن الفهم يختلف باختلاف اللسان فكذلك يختلف باختلاف الزمان عجيب الفهم ثابت لو متغير من نقل؟ آه مولانا الآن مولانا أعلامنا المتقدمين مفيد طوسي صدوق الآن فهمهم حج عليك أو ليس بحجه نعم الإجماعات والإعراضات والعمل هذا معناه أن فهمهم حجه وليس بحجه فهمهم حجه مع أنه زمانهم واحد لو متعدد هذا الأصل الذي أنا أسير عليه وهو صاحب القوانين يقول أساساً الفهم تابع لأي شيء للزمان فإذا تغير الزمان ما معنى تغير الزمان يعني شنو تغير الزمان؟ يعني الهواء تغير لا تغير الفكر الثقافة المقدمات العلمية تطور أي شيء تسميه فكر ثقافة واجتماع وعلاقات هذه كلها تؤثر على فهم جنو فإذا الفهم وليد ماذا أعزائي؟ وليد الزمان والمكان بعد يكون ثابتاً لو متغيراً عزيزي يكون متغيراً وإن كانت الحقيقة في لوح الواقع ما هي؟ واحدة ثابتة غير متغيرة وهذه النظرية التي طرحناها التي قامت إلى الآن بعض الأعزاء مولانا شنون يصير الأفهام متعددة؟ عزيزي كونوا على ثقة أعلامنا أشاروا إلى هذه الحقيقة ولكن لا بعنوان نظرية وإلا هي هاي النظرية قائمة وإلا باب الاشتهاد لا معنى له إذا المتقدمون فهموا وعرفوا الحقيقة لماذا نجتهد بعد إحنا في ذلك؟ عليه لحوة قال وفكذلك يختلف باختلاف الزمان وإن توافق اللسان وإن كانت اللغة واحدة ولكن مع اختلاف الزمان يتغير ماذا؟ يتغير الفهم هذا مورد أعزائي أشار إليه في هذا المجال بشكل واضح إذن ليس المراد فقط ما هو اللغة بالإضافة إلى ذلك غير اللغة وأوضحه مفصلا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله في كتابه السيرية بيامبران در قرآن كتاب الفارسي السيرية بيامبران در قرآن المجلد السادس أعزائي في صفحة في صفحة واحد وخمسين يقول النبي بالنسبة إلى أمته نسبة ماذا؟ الطبيب إلى ماذا؟ ها؟ ولهذا قال أمير المؤمنين طبيب عبر عن النبي طبيب بينه وبين الله إذا الطبيب ممشخص أمراض الأمة يستطيع أن يطببه أو لا يستطيع ها؟ إذا ما يعرف ثقافة الأمة اجتماع الأمة علاقات الأمة يستطيع أو لا يستطيع إذن مو القضية فقط يعرفوا لسانه وماذا؟ ها؟ لسانه عربي يتكلموا يا عربي هندي يتكلموا يا هندي فارسي يتكلموا يا فارسي وإنما لابد أن يشخص يشخص أمراض المجتمع حتى يتكلم ومن هنا أنت لابد أن تعرف أن هذه الآيات التي جاءت دواء ما هو الداء في عصر صدور الاسلام و الا اذا ما تعرف الداء تستطيع ان تشخص الدواء او لا تستطيع فتتصور ان هذا الدواء للمرض اليف وهو في الواقع دواء ماذا للمرض باء ما ادري واضح اعزائي جيد يقول منظور الزباندر انجات تنهى لهجية لغة نيس ليه تبادل الذين فقط المراد من اللسان يعني شنو ها اللغة يعني تكلم بلغة عربية هذا ليس مراد فقط نعم هو مراد ولكن احدى المقومات وهناك مقومات اخرى بعد قال بل كفرهنج مردوم نيد مراداست ثقافة الناس ثقافة بالمعنى الواسع العلاقات الاجتماعية الفكرية العقائدية الاخلاقية السلوكية وهكذا هذه لابد ان يعرفها حتى يعرفها النص اعزائي الاخوار يراجعون هذا المعنى بشكل واضح وصريح هاي المقدمة هذا الاصل الاول القانون الاول وهذا مو هنا يعني انت من تجي الى باب النجاسات لا بد شنو تشوف من يقول انما المشركون نجس ماذا دا يتكلموا هذا تكلمنا عنه في في العام الماضي قلنا الرواية انما المشركون نجس ماذا دا يريد ان يتكلم يريد ان تتكلم باب النجاسات في الفقه عندنا له له بحث اخر لا بد ان نشوف الظرف والظروف الموضوعية التي نزلت فيها اية انما المشركون ها نجس فلا يقرب المسجد اخران بعدها ولكن لانه نحن هذه الاية وهذا المقطع من الاية قطعناه ماذا من جوه ومن ظروفه واذهاننا مملوءة بماذا باصطلاحات الحوزة فبمجرد سمعنا نجس قلنا ماذا النجاسة الفقهية وهاكذا مو فقط فباب النجاسة في باب الطهارة في باب في باب في باب النكاح في باب المعاملات في باب هذين كلها لا بد ان تعرف الذين يأكلون الربا القرآن جيقول عنه لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان سؤال يا ربا شنو الربا التالان تروح لمولانا الى الاقتصاد الحديث تعرف الربا شنو علاقته مولانا احنا لابد نجوه في ذلك الزمان عندما قال الرباك الذي يقوى تخبطه الشيطان من المس شنو المصادق الربا في ذلك الزمان ومن خلال نقول هل ينطبق على زمامنا او جنو او لا علاقة له ولكن الان فقهنا قائم على هذه الاصول ومو قائم عزيزي لا مبجرد يسأل مولانا البنج المركزي الربا شنو هو او تعريف الربا شنو هو يقول كذا هذا الا علاقة بالاية او لا علاقة له بالاية اصلا اجنبي اذا اكو اكو اشتراك لفظي عزيزي لفظي مشتراك معنا واشتراك لفظي في ذلك الزمان يطلق الربا ويري ويراد منه شيء وفي زماننا يطلق الربا في الاقتصاد الحديث ويراد منه شنو شيء اخر الربا في حياتنا الان عزيزي مجتمعاتنا الاقتصادية مجتمعات تضخمية تضخمية لماذا لانه دخلت العملة الورقية هزا امد تدخل لنا هاي العملة الجديدة مولانا اللي من اعلم وان توصل لنا هذا البي كون شاسموه بيت كونج مولانا هاي العملة الجديدة اللي مولانا لا تعلم شنوه انا اسئلة قامت تأتينا يمينا ويسار اصلا هذي اصلا هذي لا بها دولة لا بها السند ذهب لا بها غطاء لا ابدا اذا من كل شيء ماكم مولانا لا بها وراء كل شيء ماكم مولانا ودا يتعامل بها بمئات الملايين سؤال هل يجوز التعامل بها او لا يجوز التعامل بها شوفوا هزا تقول لي هاي يلزم منها الرباء بابا الرباء شنوه علاقتها هي مرتبطة بشنوه بقضية اخرى بموضوعات اخرى لا علاقة لها بها العملة 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 الالكترونية بلي ها بلي بلي العملة الالكترونية طبعا هاي اكو عملات الالكترونية المعروفة منها شنوه هذه العملة جاي هذا هو الاصل الاول اللي هذا اطبقوه هذا اللي قلت لكم اعزائي هذه اصول وقواعد ومفاتيح هذا مو فقط هنا بكرة بعد لا تجيب لي مولانا الاي مباشرا اطبق على واقعك الحوزة ولا واقعك الاجتماعي هذا لا علاقة له لا بد ان تعرف انه الذي كان في عصر صدور النص ما هو المراد من الايه هذا الذي عبر عنه بشأن النزول واضح اعزائي الاصل الثالث خلوا ذهنك